موسيقى 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 طبعا بالنسبة لي حصله في الكنائس ده نتأثر به تأثير جدا وعزائنا لأخوتنا وأولاد عمومتنا المـ defin 가지고 اللي هم النصارى ومع العلم يعني ندين الجهة الفاعلة إدانة كاملة لكن من ناحية التأثير والله طبعا هو ربنا بيفصل يعني نحن ناس يعتبر كحكومة وكشعب والله والله العظيم النصارى ده الإخواتنا والأولاد عمتنا بنحترم ومحترمونا وجينا جينا يعني جينا محترمة جدا جدا والله الكلام ده طبعا كلام يعني حديث علينا إحنا في مصر وبعدين الحاجة التالي احنا فاصيل واحد وشعب واحد يعني احنا هنرáb según بعضنا كلام ما يصحش طبعا ما يصحش صح يعني طب وبعدين يعني طب وآخرة الحوادث ده ايه اخرها ايه يعني ايه السمرة ايه السمرة اللي بيعمل كده ده هيعمل ايها السمرة بتاعت كده يعني يعني حيود دينا فين مسلا پا بعدين طبا احنا مجبرين نعيش مع بعض وح tails من مع بعض من أولا الدنيا يعني هو في ايه نحن في لوكسور هنا نسبة كبيرة مسيحيين نسبة كبيرة جدا فيش أي حاجة حاصلة بيننا بالعكس وفيه أصدقاء وفيه صداقة وفيه ناس جران وفيه ناس فيه وده وفي الأعياد في المناسبات والله يعني العنف عمتا إن كان ضد المسيحيين أو ضد المسلمين فهي حاجة منعنا عندنا في القرآن وزي كده وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أزليه زميا فقد أزاني فهو ألما بيأذي واحد زمي أو هو من أهل الكتاب أو كده فهو بيأذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان مثلا له فكر مثلا يتطرق به إلى الدين لكن ده منافي لصحيح الدين وصحيح الشرع فإحنا طبيعات النفس البشرية عمتا أو الإنسان عمتا ما يرضاش في أقول الإنسان أي إن كان مصراني أو إن كان يهودي أو إن كان يحمل أي ديانة أخرى بالنسبة للحادث اللي حصل عندنا النهاردة ده في جمهورية مصر العربية في بلدنا طبعا حادث يعني لا يمت لا يمت بأي دين بصلة لا الإسلامية ولا اليهودية ولا المسيحية ولا أي شيء دولة جماعة نمتغيبين جدا ما نعرفش مين الوراهم فنفسنا كلنا نتكاتف مع بعض كل الأديان مع بعض نشوف اللي دولة جايين من فين مين اللي بيمول للناس دية عشان نقدر نقضي عليها لأن دولة بيهددوا تمام مش مصر بس ده بيهددوا العالم ده حادث أليم جدا طبعا يعتبر بيأثر على اقتصاد بلدنا طبعا ولوما بيجي فيه حوارث زي كده طبعا بتأثر بصفة عامة على السياحة في الأسر وبالنسبة للحادث ده لا دين له ولا وطن وهم يعملوا برضو مش هنالوا من الشعب المصري لأن إن شاء الله المصري متكاتف ومتماسك يعني ورد الفيالة طبعا الأخوة كلهم متبسكين مع بعضهم المسيحين والمسلمين وده إن شاء الله يعني مهما عملوا مش هقداروا يقينانهم المصر لأن المصر مستهدفة من جميع الدول والإرهاب ده لا دين له ولا وطن